نضرب مثال آخر لمشاكل الصمامات الصمامات هي عبارة عن بوابات قلبية بتسمح مرور الدم من اتجاه من اتجاه إلى اتجاه آخر لو حصل خلل في هذه البوابات سواء بديق شديد أو ارتخاء أو ارتخاء شديد بصورة منعت أن الدورة الدموية تبقى في سرايان طبيعي بعض الأحيان بنتدخل بصورة طريقة زي مثلا يجل العيان كل مشكلته أنه بدأ يجيله أغماء أو يجيله ألام في الصدر جديدة وانت بتفحصه بالموجات الصوتية بتلاقي عنده ديق شديد في الصمام الأورطي ده عاي يستدخل حسب بقى عمره لو طفل صغير ممكن نحاول معاه بلون نوسعه بالبلون لو راجل في سن كبير بندخله جراحة قلب مفتوح والناس طب لو عوامل خطورة كتير عنده وعيان فوق السبعين وغيره بنعمل حاجة اسمها استبدال سمام بالأسطرة ونقف هنا عايز أقول أن الطفرة اللي حصلت في علاج المصريين في منظومة التأمين الصحي والكافريج اللي بيحصل للكوست دي لم يحدث في تاريخ مصر التقطيل التكلفة التكلفة والمراكز المؤهلة لهذا الكلام ده شيء لابد أن المواطن يشعر به تماما ويحس أن الخدمة دي يعني الصمام ده يعني قبل تغرير الأسعار كان بيتكلف حوالي 400 ألف جنيه عملي مكلفة طبعا عمليت القلب بشكل عم مكلفة ده حتى كمان الصمام بالأسطرة ده مكلف ده exceeding بقى دلوقتي الأسعار وما زالت الخدمة متاحة للجميع ترجمة نانسي قنقر